كادت الجلسة المسائية أن تكون عادية حتى الملل إلى أن أخرجتها بعض المداخلات إلى سجالات حول حزب الله وعرسال النائب إلي كيروز شن حملة على الحزب دفعت النائب علي عمار إلى طلب الكلام بالنظام ليرد عليه تحول حزب الله إلى مؤسسة قائمة بذاتها غير خاضعة لمعايير أو قانون بكلمات البعض طلعنا خارج النسيج الوطني طلعنا بلا هوية طلعنا لسنا لبنانيين وفي موضوع عرسال النائبان محمد كبارة وزياد القادري حملا على ما سميا حصار عرسال الأمر الذي استدعى رداً وبالنظام من النائب علي المقداد لإعتداء المنطقة واعتداء عرسال دوت الرئيس اللي راح لهونيك وقال لهم أنه هيده عرسال هيده مدينة يجب أن تقاطل المنطقة لحوليها لعب برؤوس الناس هونيك أنه هي عرسال ليست وحيدة اللي راح لقال أنه ما في هونيك لا قاعدة ولا نصرة ولم تخل الجلسة من بعض التعليقات المريحة النائب إصطاندويه افتتح كلمته باسم الآب والابن والروح القدس وختمها بطلب الوحي من الرئيس بر ومنان نائب سليمان فرنجي لقرار أعطاء الثقة النائب كبار وفي عز حملته على الجيش قطعه الرئيس بر رافضا وتدخل النائب أحمد فتفت مؤيدا له ولكن نيران صديقه كبارة أصابته خطأا نريد دولة يطلق جيشها النار على من يستهدفه ولا يستغل استهدافه ليطلق النار عشوائيا عم حاول أني مكون لا متحيز ولا شيء واللي قاله لأنه ظهر زميل علي عمار صحيح بس شو إلي مصلحة شو إلنا مصلحة نحن بموضوع الجيش يا دولة ترئيس في أغلاط في أغلاط في أغلاط عم تصير على الأرض في أغلاط مقصودة عشر للوزير جسر في فوضى منظم أنا اللي قاله سبيلي فوضى منظم انت ما عم تعرف شو عم يصير بطرابلوز انت ما عم تعرف شي لك انت منك عيش بطرابلوز أنا عم أيدك يا أبو لعب انت منك عارب أنا عم أيدك انت سمعني لخين شو عمتوا لخين فهموا لأن الجيش عم يرتكب أخطاء الجولة الصباحية تبدأ عند العاشرة والنصف ومن أبرز المتكلمين فيها الرئيس السنيورة والنواب محمد رعد وسامي الجميل وجورج عدوان